موسيقى الرئيس السيسي يوجه بتعزيز دوري صندوق تحيا مصر ودعم الفئة الأولى بالرعاية مدبولي يؤكد أن تأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة يعزز خطة الدولة لتهيئة مناخ جادب للاستثمار الحوار الوطني يعقد ثلاثة جلسات لليجان المحليات والزراعة والاستثمار أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية المفصلة وجه رئيس السيسي بمواصلة تعزيز دور صندوق تحيا مصر باعتباره مكملا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ودعم الفئة الأولى بالرعاية وتحسين معيشتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية جذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع لواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية حيث تم استعرض نشاط صندوق تحيا مصر والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي فضلا عن عرض مجمل مساهمات الصندوق وما يقدمه من خدمات للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية شهد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي افتراضيا من مقر الحكومة في مدينة العالمين الجديدة تجربة حية لتأسيس أولي شركة إلكترونية عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أكد رئيس الوزراء أهمية تأسيس الشركة عبر منصة إلكترونية موحدة مشيرا إلى أنها كانت أحد أهم قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد في مايو الماضي برئاسة الرئيس السيسي ووجه بترويج لهذه الخدمة المهمة لنطاق أوسع لتعريف المستثمرين بالخطوات اللازمة لتأسيس الشركة إلكترونيا وفي تجربة عملية قامت الهيئة بإتمام تأسيس شركة دومياط لإنتاج الأمونيا الخضراء في المنطقة الحرة في دومياط كأول شركة تؤسس إلكترونيا في مصر ضمن المرحلة الأولى لخدمة تأسيس الشركات بشكل متكامل عبر البوابة الإلكترونية وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة تكون بهذه الخطوة أطلقت خدمة تأسيس الشركات إلكترونيا بشكل كامل تأسيرا على المستثمرين وتطبيقا لأعلى درجات الشفافية شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع على مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الصحة والسكان ممثلة في أمانة المراكز الطبية المتخصصة وشركة أليفت لإدارة المستشفيات للتعاون في مجالات رفع جودة وكفاءة المستشفيات وأيضا المراكز الطبية والمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان تأتي مذكرة تفاهم انطلاقا من رؤية الدولة لتحسين وتلبية احتراجات القطاع الصحي في مصر بشكل مستدام وفقا لرؤية 2030 وتسهم في تعزيز أطر الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في المجالات والأنشطة المشتركة كان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة دكتور مصطفى مدبولي في مدينة العالمين الجديدة حيث تم استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل وخلال هذا الاجتماع أشار مدبولي إلى ما شهدته مدينة العالمين الجديدة هذا الأسبوع من نشاط رئاسي مكثف حيث استقبل الرئيس السيسي رئيس وزراء اليونان في أول زيارة للمنطقة بعد إعادة انتخابه استقبل الرئيس السيسي أيضا الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والملك حمد بن عيسى عاهلة البحرين وعقب ذلك انتقل الرئيس الوزراء للحديث عن الزيارة التي قام بها للأردن لحضور اجتماعات اللجنة العليا المشتركة وأكد أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين المصري والأردني لمتابعة ما أسفر عنه هذا الاجتماع من قرارات ووثائق أكد دكتور خلد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أهمية تكاتف كافة الجهات المعنية من القطاعين الخاص والحكومي مع الوزارة لإنجاح المنظومة والتوسع بها والإسراء من تطبيق المرحلة الثانية بما يضمن توسيع قاعدة الاستفادة للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات الطبية وفقا للمعايير العالمية كذلك خلال التمع دكتور خلد عبدالغفار وزير الصحة والسكان مع عدد من القيادات من الوزارة والجهات المعنية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بمشروع التأمين الصحي الشامل ومدى جاهزيته وجهزات المنشآت الصحية لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع وفقا لتوجهات القيادة السياسية عقد الحوار الوطني ثلاثة جلسات تخصصية بالأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تضم لجنة المحليات والزراعة والاستثمار في مقار الأكاديمية الوطنية للتدريب ناقشت اللجنة التخصصية للزراعة دور الدولة في توفير مستلزمات الانتاج والتسعير وأيضا ناقشت لجنة المحليات سياغة النظام الخاص بالانتخابات وآليات تطبيقه وناقشت لجنة الاستثمار فرص الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات وعقد الحوار الوطني جلسته التخصصية المغلقة للسياغة المقترحات والتوصيات التي توصل إليها المشاركون في الجلسة العامة والعلنية الخاصة بقضية تشخيص الحالة السكانية وتحسيس الخصائص السكانية في لجنة القضية السكانية أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عشور أن عددا من الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 102 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023-2024 أكد وزير التعليم العالي جهزية معامل الحاسب الألي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهرا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على إتمام خطوات التنسيق الإلكتروني وأكدت الوزارة ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية لمساعدتهم في كيفية التنسيق وكتابة الرغبات بطريقة صحيحة حضرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تدهور الأوضاع الصحية مع تجاوز عدد النازحين قصرا حجز الأربعة ملايين شخص بسبب الحرب ووصفت الأمم المتحدة الأوضاع في السودان بأنها مزرية نظرا لأن الاحتياجات الداخلية تفوق الموارد المتاحة بعدما أدى نقص الأدوية الأساسية والموظفين والإمدادات إلى إعاقة توفير الخدمات الصحية والتغذية في مخيمات اللاجئين كما أن خدمات الصحة النفسية والدعم الاجتماعي تكاد تكون معدومة وسط دعوات لتدخل دولي في السودان حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تدهور الأوضاع الصحية مع تجاوز عدد النازحين قصرا حجز الأربعة ملايين شخص بسبب الحرب الأمم المتحدة وصفت الأوضاع في السودان بأنها مزرية نظرا إلى أن الاحتياجات تفوق بكثير الموارد المتاحة بعدما أدى نقص الأدوية الأساسية والموظفين والإمدادات إلى إعاقة توفير الخدمات الصحية والتغذية في جميع مخيمات اللاجئين كما أن خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي تكاد تكون معدومة ومنذ اندلاع النزاع نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص داخليا وارتفعت معدلات سوء التغذية وتفشي الأمراض وزيادة الوفيات ذات الصلة بسبب نقص الطعام أو الدواء مع استمرار نزوح العديد من العائلات النقص المزمن في عدد العاملين في المجال الصحي فضلا عن الهجمات التي استهدفت الموظفين والتي سجلتها منظمة الصحة العالمية أدت إلى الإضرار بشكل كبير بجودة الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد مفواضية الأمم المتحدة شددت على أنها بحاجة إلى مزيد من دعم المانحين بهدف إنقاذ الأرواح ونقل الوافدين الجدد بأسرع وقت من نقاط الدخول الحدودية والمراكز المؤقتة لتجنب الازدحام والحد من انتشار الأمراض الفتاكة مع دخول الصراع في السودان شهره الرابع فإن انعدام الأمن ومحدودية الوصول إلى الأدوية والإمدادات الطبية والكهرباء والمياه يشكلان تحديا لتقديم الرعاية الصحية مما يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية في البلاد ومع اقتراب الحرب في السودان من شهره الخامس تتواصل اشتباكات بين طرفين زاع قوات الجيش وقوات الدعم السريع في عدة أحياء من العاصمة الخرطوم يتزامن ذلك مع الأزمة الإنسانية في السودان ومع خروج بعض المستشفيات عن الخدمة ونقص المعادات والمستلزمات الطبية وسط ظروف قاسية من الجوع والمرض مع اقتراب الحرب في السودان من شهره الخامس تتواصل الاشتباكات العنيفة في العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الوقت الذي دعا فيه وزراء خارجية دول جوار السودان أطراف النزاع إلى تسهيل تقديم المساعدات إلى السكان في ظل الحرب الدائرة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وأشر شهود عيان إلى أن الجيش السوداني قصف بالمدفعية التقيلة عدة موقع متفرقة لقوات الدعم السريع جنوب الخرطوم وتحديدا في الأجزاء الجنوبية من العاصمة وفي محيط المدينة الرياضية بينما وصل طيران للإستطلاع الحربي تحلقه في سماء مدن العاصمة مشيرين إلى انقطاع خدمات الكهرباء والاتصالات والإنترنت وشهدت جميع المناطق استقرارا وسيطرة عملياتية لصلاح قوات الجيش السوداني في حين احتجزت عناصر من الدعم السريع عددا كبيرا من المرضى بحي أبو روف وعلى الصعيد الإنساني تعيش الخرطوم أوضاعا إنسانية غاية في القسوة وتتفاقم تلك المعاناة بمرور الساعات دون أن تلوح في الأفق أي تبوادر لوقف الحرب وتشك العاصمة على الدخول في كارثة حقيقية في ظل شبح المجاعة والمرض كما خرجت 87% من مستشفيات الخرطوم عن الخدمة مع داع منظمات المجتمع المدني إلى محاولة البحث عن حلول للأزمة الصحية بعد القيام بإنشاء غرف طوارئ الصحية في الخرطوم والتي تعمل وسط ظروف قاسية ونقص حاد في المعدات والمسلزمات الطبية وخلفت الحرب الدائرة بين قوة الجيش والدعم السريع في السودان منذ ما يقرب من خمسة أشهر مئات القتلى والجرحة في صفوف المدنيين أكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس قيام السلطات في نايجر بإلغاء زيارة وفد مشترك من الإكواس والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إلى نيامي معللة ذلك بأن الظروف المحيطة تمنع إتمام هذه الزيارة يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وضع القوات الأمريكية في النيجر لم يتغير ما يعكس التزام واشنطن تجه هذه المنطقة الوضع في النيجر يتصاعد ما بين دعوات للحوار يرفضها القادة العسكريون الضالعون في الأحداث الأخيرة بالبلاد وبين إعلان تأسيس مجلس مقاومة لإعادة الرئيس محمد بازوم للسلطة تقارير صحفية أفادت بتأسيس مجلس المقاومة من أجل الجمهورية في النيجر بهدف العمل على إعادة الرئيس المحتجز محمد بازوم إلى السلطة وبحسب البيانة فقد أعلن الوزير السابق بالنيجر أج بولا أن مجلس المقاومة من أجل الجمهورية هو حركة سياسية تعمل على استعادة النظام والشرعية الدستورية للرئيس محمد بازوم وطالب بولا إنهاء التمرد والمضي قدما في اعتقال الجنرال تشياني وهو قائد المجلس العسكري الضالع في الأحداث الأخيرة بالبلاد يأتي هذا فيما تجاهل المجلس العسكري في النيجر المهلة التي منحتها له المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس وفرضت إكواس مزيدا من العقوبات تهدف إلى تضييق الخناق على الكيانات والأفراد المتورطين في أحداث النيجر مشددة على أن كل الخيارات لا تزال مطروحة للنقاش وذكرت إكواس أن استخدام القوة سيكون الملاذ الأخير إذا لم يتم إطلاق صراح بازوم على جانب آخر وخلال اتصال هاتفي أجره وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين مع رئيس النيجر محمد بازوم جدد بلينكين دعوته إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر وذكر بلينكين عن صفحته على منصة إكس أنه تحدث إلى بازوم للتعبير عن جهود الولايات المتحدة الأمريكية المستمرة لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية الحالية وقد أكد بلينكين أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل أزمة النيجر مشيرا إلى أن واشنطن تؤيد جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس لاستعادة نظام الدستوري في النيجر أعلن الجيش السوملي مقتل 25 من عناصر الميليشيات الإرهابية من بينهم قيدي بارس في عملية عسكرية مشتركة للجيش والشركاء الدوليين وذلك في محافظة هيران أوضح دابط في الجهات الأمنية أن العملية العسكرية تمت في منطقة ميكيلي مستهدفة مستودعا للميليشيات الإرهابية تستخدمه في أعداد المتفجرات وأصفرت العملية عن تدمير أربع سيارات ملغومة إضافة لتدمير 16 سيارة من بينها مركبة عسكرية لقي أيضا ستة أشخاص على الأقل مصرعهم في انفجار استهدف حفلة ركاب في منطقة على مشارف العاصمة ميكيليشي اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذ المستوطنون جوالات استفزازية وأدوا تقصا تلموذية في المنطقة الشرقية المتخمة لمصلى باب الرحمة وتزامنت الاقتحاماته مع استمرار فرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول الشبان المقدسيين باحات المسجد الأقصى وكذلك استمرار استفزازات المستوطنين داخل البلدة القديمة ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت سبعة فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة وقمت تلقى القوات باعتقال شبين من بلدة حلحول شمال محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة بعد مداهمة منزليهما كما قمت أيضا باعتقال فلسطينيين من بلدة بدو شمال القدس خارج الجدار وثالثا على حجز قلنديا العسكري بعد اطلاق الرصاص على سيارة مرة بالحاجز والاعتداء على سائقها بالضرب المبرح أعلنت الأمم المتحدة التوصل إلى تفاهم مع الحكومة السورية يتيح إيصال المساعدات لمدة ستة أشهر عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى المناطق الخارج عن سيطرة دمشق وطوال السنوات الماضية شكل باب الهوى الحدودي مع تركيا المعبر الرئيسي لدخول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من دون مؤفقة دمشق وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي وكان مجلس الأمن الدولي فشل الشهر الماضي في الاتفاق على تمديد الآلية الرئيسية بإدخال المساعدات عبر المعبر بعدما استخدمت موسكو وهي أبرز داعم دمشق حق النقد البيتو أعلنت السلطات الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت مسيرتين أوكرانيتين كانتا متجهتين إلى العاصمة موسكو وازدادت خلال الأسبوع الأخير هجمات المسيرات الأوكرانية على الأراضي الروسية وهي غالبا ما تستهدف موسكو وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا ما زال حلم تحقيق السلام في أوكرانيا بعيد المنال بعد مرور ما يقرب من عام ونصف العام على حرب طاحنة مع القوات الروسية في ظل تواصل القصف العنيف حتى خارج حدود المعركة في روسيا أسقطت الدفاعات الجوية مسيرتين أوكرانيتين كانتا متجهتين إلى موسكو وذلك في وقت تزداد فيه الهجمات من هذا النوع على العاصمة الروسية هذا الهجوم الذي أبلغت عنه موسكو جاء بعد يومين على ضربتين صاروخيتين روسيتين أصفرت عن تسعة قتلى في بوكرو فيسك بشرق أوكرانيا ووفقا للسلطات الروسية شهدت موسكو الأسبوع الماضي هجمات عدة بمسيرات بما في ذلك هجوم ألحق أضرارا بمبنى تجاري في حي للأعمال استهدف مرتين خلال أيام كانت روسيا قد أكدت قبل يومين إسقاط مسيرة أوكرانية في منطقة كالوجا على بعد أقل من مئتي كيلو متر في جنوب غرب موسكو بعد أن دمرت سبع مسيرات أخرى الخميس الماضي في المنطقة نفسها وازدادت خلال الأسابيع الأخيرة هجمات المسيرات الأوكرانية على الأراضي الروسية وهي غالبا ما تستهدف موسكو وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا كان الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي وفي الثلاثين من يوليو الماضي قد حذر موسكو من أن الحرب تعود تدريجيا إلى أرض روسيا وتطال مراكزها الرمزية وقواعدها العسكرية معتبرا أن هذا المسار لا مفر منه ذكرت الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خيرسون أن القوات الروسية قصفت المدينة 66 مرة ما أدى إلى إصابة مدنيين أضفت الإدارة العسكرية أن القوات الروسية أسقطت 365 قضيفة من قذائف الهاون والمدفعية والدبابات والطائرات بدون طيار أشارت الإدارة العسكرية الأوكرانية إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في مستلطنات هذه المنطقة ما أصفر عن إصابة شخص بجروح قررت وزارة الدفاع البولندية نشر المزيد من القوات على الحدود مع بيلاروسيا وذلك عقب مطلبة حرس الحدود البولندية بتعزيز القوات المتمركزة هناك في أقابل انطلاق عدد من الهجمات من بيلاروسيا على قوات الأمن البولندية يشار إلى أن هناك بالفعل حوالي 2000 جندي يتمركزون على الحدود إلى جانب مئات من ضباط الشرطة وحرس الحدود حيث تخشى بولندا من أن تحاول السلطات البيلاروسية دفع المهاجرين عبر الحدود مرة أخرى في تكراري لأزمة الهجرة عام 2021 والتي شهدت مئات الأشخاص يحاولون شق طريقهم بالقوة إلى بولندا أحل الرئيس الروسي بلاديمير بوتين إلى مجلس الدومة مشروع قانون يتيح لبلاده عدم إبلاغ مجلس الأمن أو مجلس أوروبا والأمم المتحدة بإعلان حالة الطوارئ على الأراضي الروسية المشروع يدخل تعديلات على القانون الدستوري الروسي الضابط لأحكام إعلان حالتين الطوارئ والأحكام العرفية في الاتحاد الروسي تشير المواد الملحقة بمشروع القانون إلى أن اتفاقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والبروتوكولات المصادق عليها لم تعد تطبق على روسيا قالت وزارة الدفاع التايوانية أن عشر طائرات تابعة للقوات الجوية الصينية دخلت منطقة الدفاع الجوي للجزيرة رفقة خمس سفن حربية صينية تشارك في دوريات الاستعداد القتالي في ثاني تواغل من نوعه هذا الأسبوع اشتكت تايوان مرارا من قيام بكين بأنشطة عسكرية بالقرب منها على مدى السنوات الثلاثة الماضية بينما تكثف الصين ضغوطها في محاولة لإجبار الجزيرة على قبول السيادة عليها ترفض حكومة تايوان المنتخبة ديمقراطيا مطالب الصين بالسيادة على الجزيرة وتقول إن سبكان تايوان وحدهم هم الذين يمكنهم تقرير مستقبلهم أعلنت إيران اليوم أنها تمكنت من الحصول على التكنولوجيا اللازمة لبناء صاروخ كروز أسرع من الصوت وهو لا يزال قيد الاختبار يأتي الأعلان وسط تصعد التوترات مع الولايات المتحدة في الخليج وبعد الكشف الأسبوع الماضي عن سفن جديدة مزودة بالصواريخ يبلغ مداها 600 كيلو متر هذا صاروخ هو جيل جديد من صواريخ كروز إيرانية الصنع ويقضع حاليا لاختبارات وسيكون بداية لحقبة جديدة من القوة الدفاعية الإيرانية مستمرون معكم في هذه النشرة ونتابع بعض أخبار الاقتصاد جنوب شرق أسيا يوجه حالة من التقص السيء وتحذيرات من دمار واسع تحاول إلى زميلي محمد سليمان وجولة مع أخبار الاقتصاد إليك محمد شكرا لك دين مرحبا بكم أخبار الاقتصادية في فنراما الرابعة وتتابعون فيها مدبور يشهد بروتوكول تعاون بين وزارة العمل ووزارة قطاع الأعمال لرفع قدرات المهنية البشرية أهلا بكم شهد دكتور مصطفى مدبوري رئيس مجلس الوزراء مرسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة العمل ممثلة في صندوق تمويل التدريب والتأهيل ووزارة قطاع الأعمال للعام للتعاون في مجال التدريب ورفع القدرات المهنية للعاملين في وزارة قطاع الأعمال والشركات القابضة التابعة لها ياتي البروتوكول في إطار تنفيذ توجيهات رئاسية بالاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها والاتثمار فيها والعمل على تنفيذ خطة طموحة تستهدف الإصراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة أظهر تقرير المركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أهمية الدور الذي تلعبه المدن الصناعية المتخصصة في إحداث تحول نوعي بعملات التصنيع وتعزيز قدرة التنافسية لاقتصادات الدول وتحسين بيئة الأعمال فضلا عن جذب الاتثمارات المحلية والأجنبية جاء ذلك في التقرير الذي حمل عنوان المدن الصناعية المتخصصة نقلة نوعية على طريق التنمية لأظهر أهمية المدن الصناعية المتخصصة الرائدة مثل مدينة الروبيكي للجلود ومدينة ضمياط للأثاث ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية أكد وزير البترول طارق الملة أن هناك احتياجا لتوطين الصناعات للمنتجات المكملة لنشاط التعدين وذلك في ظل التطور الملحوظ الذي يشهده مجال تعدين الذهب في مصر مشيرا إلى أنه يجري حاليا دراسة جدوى إنشاء مثل هذه المصانع جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رئيس شركة سي واي بلاس الألمانية والوفد المرافق له لبحث للفرص للإستثمارية المتاحة أمام الشركة في مصر في مجال التعدين والصناعات المكملة له وأضاف الملة أن استراتيجيات الوزارة لتطوير قطاع التعدين ترئ أهمية تنقصها لتنفيذ اشتراطات التعدين الأخضر والالتزام بالتوافق البيئي وقع مركز تحديث الصناعة بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصدرات في مجال تموير التصدير بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين لخدمة القطاع الصناعي في التصدير من خلال برامج التمويل التي يقوم بها البنك ويشمل هذا التعاون برامج تنمية التكتلات الصناعية وبرامج مشروع الاقتصاد الأخضر وكذلك برامج الطاقة الجديدة والمتجددة إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتنائية الصغر فيما يخص التصدير كما سيسهم التعاون في تأهيل عملاء البنك للتصدير من خلال خدمات مركز تحديث الصناعة سجلت مؤشرات البورصة المصرية مكاسبا محدودة لدى اغلاق تعاملات الاربعاء واستترقب لأداء السوق المال العالمية بعد قيام مؤسسة مودز بخفض تصنيف عشت بنوك صغيرة ومتوسطة امريكية ووضعها لبنوك اخرى كبرى قائد المراجعة كما تترقب الاسواق اعلان اية انباء جديدة سواء تلك التي تتعلق بالاقتصاد او الشركات المحلية وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادبة البورصة مستوى 21 من 100 تريليون جنيه بعدها تدوراتهم كلية بلغت 25 مليار جنيه غالبيتها العظمى لسوق الاسهم وحقق مؤشر البورصة الرئيسي ايجيك 30 مكاسبا محدودة بلغت 8 من 100% وزاد مؤشر ايجيك 70 لأسهم الصغيرة والمتوسطة هامشيا وامتدت المكاسب المحدودة لمؤشر ايجيك 100 الاوسع نطاقا والذي ربح 8 من 100% ذكرت وكالة مدس تصنيف الاتمانية ان القطاع المصرفي الامريكي لا يزال قويا برغم خفضها لتصنيف عدة بنوك صغيرة ومتوسطة الحجم لكنها حذرت من انها قد تخفض تصنيف عدد من البنوك الكبرى الاخرى وخفضها مؤشر أسهم البنوك على ستاندرد اند بورز بنسبة 2% بعد ان خفضت مودز تصنيف 27 مصرفا مما صلت الضوء على تحديات الناجمة عن رفع صعر الفائدة وتزايد تكاليف التمويل واحتمال حدود تركود من شأنه ان يؤثر على الارباح وقع رئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يمكن مشتري الصادرات الزراعية الروسية من الدفع بالروبل بدلا من الدولار وهي خطوة تصنفها موسكو بانها وسيلة لتخفيض الضغوط والعقوبات على الدول التي لا تزال صديقة معها وتطالب روسيا منذ فترة طويلة بمعاودة ربط بنكها الزراعي الحكومي بشبكة سويفت للمدفوعات الدولية والتي اقصيت منها بعد حربها في اوكرانيا العام الماضي وكان عدم عودة روسيا لشبكة سويفت احد الاسباب التي اعلنتها الشهر الماضي لانسحبها من اتفاق تصدير الحبوب الاوكرانية عبر موانئ البحر الاسود عنات وزارة المالية الروسية استنادا الى تقديرات اولية ان عجز الموازنة الروسية في الفترة من يناير الى يوليو التسعة بنحو اثنين واثنين وثمانين من مئة تريليون روبل اي بنسبة واحد وثمانية من عشرة في المائة من النتج المحلي الاجمالي وسجلت روسيا في الاشهر السبعة الاولى من العام الماضي فائضا بنحو خمسمائة وسبعة وخمسين مليار روبل لكن انفاقها الكبير على حربها في اوكرانيا بالاضافة الى العقوبات التي فرضها الغرب على صادراتها من النفط والغاز من اسباب السنزاف خزائن الحكومة الروسية منذ ذلك الحين عنات السلطات اليابانية ان قائمة عقوباتها الموسعة للصادرات على روسيا التي تغطي حوالي سبعمائة وخمسين سلعة جديدة بما في ذلك السيارات المستعملة قد دخلت حيزة تنفيذ اليوم الاربعاء بما تماشى مع العقوبات التي فرضتها مجموعة الدول السبعة وسط العملية العسكرية في اوكرانيا ومنعت اليابان وبالفعل شحنات السيارات الفاخرة الى روسيا بقيمة تزيد عن 6 ملايين ين وذلك اعتبارا من ابريل في العام الماضي كما تم حضر صادرات الصناع الاسسية الاخرى مثل اجباه المواصلات التي يمكن تحويلها للاستخدام العسكري والادوات الالية والروبوتات انخفض معاشر اسعار المستهلكين في الصين الى النطاق السلبي الشهر الماضي المرة الاولى منذ اكثر من سنتين تحت وطأة استهلاك داخلي متباطئ يشكل عقبة بوجه الانتعاش الاقتصادي في البلاد وبحسب ارقام مكتب الاحصال الوطني ترجع معاشر اسعار المستهلكين والذي يعتبر المقياس الرئيسي للتضخم بنسبة 3 من 10% وذلك في يوليو بمعدل سنوي بعدما كان التضخم بنسبة الصفر قبل شهر وتوقع محللون ترجع الاسعار وانما بنسبة اكبر قدرها 4 من 10% انتهت اخبارنا الاقتصادية وعودة الى الزميلة دين ابراهيم شكرا لك محمد تسببت الانطار الغزيرة التي هطلت على شمال الصين في الايام الاخيرة في مقتل 62 شخصا على الاقل بحسب حصيلة جديدة شهدت زيادة في عدد الضحايا ثلاث مرات في غضون اسبوع في مدينة بكين وحدها هطلت ايضا امطار غزيرة ناتجة عن اعصار خانون على اليابان وتم الغاء مئات الرحلات الجوية ونصحت اكثر من 60 الف اسرى باخلاء بعض المناطق الجنوبية مع تحرك هذا الاعصار تتواصل اجواء الطقس السيء في العديد من دول العالم ففي بكين ومنطقتها الكبرى تستمر عمليات التنظيف بعد هطول امطار هي الاشد غزارة منذ سنوات مما ادى الى مقتل وفقدان العشرات فضلا عن تدمير بنا تحتية كما غمرت المياه احياء باكملها الامطار الغزيرة التي حاصرت الصين كانت بكميات غير مسبوقة وتسببت في اضرار جسيمة وتم اجلاء اكثر من 600 الف شخص وفي اليابان هطلت امطار غزيرة ناتجة عن الاعصار خانون على جنوب البلاد في الوقت الذي تقترب فيه عاصفة اخرى من ناحية الشرق لتهدد توكيو وهو الامر الذي دفع السلطات اليابانية الى الغاء مئات الرحلات الجوية ودعوة اكثر من 60 الف اسرة الى اخلاء بعض المناطق الجنوبية مع تحرك الاعصار خانون وللمرة الاولى منذ اكثر من 100 سنة بدأ عشرات الاف الكشافة مغادرة المخيم الكشفي العالمي جنبوري في كوريا الجنوبية بسبب تحذيرات من اعصار شديد يواجه البلاد خلال الساعات القليلة القادمة كما تم اخلاء العديد من المناطق اما في الفلبين فقد اعلن مجلس ادارة الكوارث والطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الامطار الموسمية والفيضانات الناجمة عن اعصار ايجاي الى عشرات القتلى والمصابين والمفقودين اعصار الفلبين تسبب في تضرر اكثر من 3 ملايين شخص وتم اجلاء 287 الفا من منازلهم واوضحت السلطات ان حجم الخسائر في البنية التحتية تخطى 3.6 مليار بيزو فلبيني الامر لم يختلف كثيرا في سلوفينيا حيث تتعرض حاليا لأسوأ كارثة طبيعية منذ استقلالها بعد سلسلة من الفيضانات التي غمرتها فضلا عن الامطار الغزيرة التي تسببت في دمار هائل للعديد من المنشآت والممتلكات لقي 41 مهاجرا حطفهم في غرق سفينة بالبحر المتوسط قبالة جزيرة لمبيدوزا الايطالية ونجى اربعة اشخاص من الحادث وابلغوا رجال الانقاذ انهم كانوا على متن قارب يحمل 45 شخصا من بينهم ثلاثة اطفال وافد ناجون ان القارب انطلق من مدينة سفاقس في تونس وانقلب ثم غرق بعد بضع ساعات واستقبلت ايطاليا نحو 93700 مهاجر عبر البحر منذ بداية هذا العام وبعد اخبار الرياضة نتابع ايضا في هذه النشرة فرقة موسيقية نسائية بالاردن هي الاولى من نوعها لتمكين المرأة من خلال الموسيقى اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع لواء محمد امين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية صراحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار احمد فهمي ان الاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق تحيا مصر والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي حيث تم عرض مجمل مساهمات الصندوق خلال الفترة الماضية وما يقدمه من خدمات للمواطنين في جميع انحاء مصر وتم في هذا الاطار الاشارة الى العديد من الانشطة التي قام بها الصندوق ومن بينها دعم الاسر الاولى بالرعاية والايتام وذوي الهمم بالاضافة لتنظيم قوافل الحماية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني وتوفير المواد الغذائية والكساء والمستلزمات المعاشية المتنوعة للمستفدين من خدمات الصندوق اضاف المتحدث الرسمي ان السيدة الرئيس وجه بمواصلة تعزيز دور صندوق تحيا مصر باعتباره مكملا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ودعم الفئات الاولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المجتمعية وذلك بالشراكة مع اجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومن خلال الانتشار الجغرافي الوسع بما يصل بيد المساعدات التنموية والاجتماعية الى جميع المستحقين في انحاء الجمهورية كافة تابعنا مشاهدين هذا التقرير الذي استعرض لقاء الذي تم صباح اليوم مع السيد محمد امين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية والحديث عن دعم صندوق تحيا مصر وايضا دعم الفئات الاولى بالرعاية نستكمل معكم هذه النشرة نتابع فيها ايضا هذا التقرير حول اول فرقة موسيقية نسائية بالاردن والتي تشكلت قبل 12 عاما واطلق عليها اسم نايا بهدف تمكين المرأة من خلال الموسيقى وابراز مواهبها تتكون هذه الفرقة التي تقدم بالاساس الاغانية والموسيقى التراثية تتكون من 12 امرأة بين موسيقيات ومغنيات وشاركنا في عروض بارجاء الاردن ودول عربية واوروبية فرقة نايا هي اول فرقة موسيقية نسائية في الاردن تتكون من 12 امرأة بين موسيقيات ومغنيات تستهدف احياء التراث العربي بشكل عام والاردني بشكل خاص وتقول الفنانة ومعلمة الموسيقى رولا جرادات ان فرقتها الموسيقية النسائية التي اسستها قبل 12 عاما في الاردن هدفها تمكين المرأة من خلال الموسيقى وابراز مواهبها الهدف من هذه الفرقة تمكين المرأة الاردنية موسيقيا وانها توصل لمحافل كبرى وافق بعيدة ونوصل لأوسع من الطاقة المحلي لانه اصلا فرقة نايا تقريبا عزفنا بمعظم اقطار الوطن العربي واوروبا ورح نوصل ان شاء الله امريكا فيعني هي تمثل المرأة الاردنية العازفة بكافة اطيافها وذكرت رولا ان المشهد الموسيقي في الاردن يهيمن عليه البكور لكنها قالت انها بدأت تلاحظ في الاوينة الاخيرة زيادة عدد النساء اللائي يدرسن الموسيقى في الجامعات وعبرت احدى عضوات الفرقة عن حماسها تجاه فرقة نايا وقالت انه وفرت لها مساحة لتحقيق احلامها شاركت فرقة نايا التي تقدم بالاساس الاغاني والموسيقى التراثية في حفل عقد قران ولي عهد الاردن وفي عروض مختلفة بارجاء الاردن وفي دول عربية واوروبية ايضا مبسوطة انه احنا صرنا جزء كتير حلو من الفن الاردني ثقافتنا الاردنية عم ترفع اسم الصبايا اكتر واكتر الصوت النسائي صار مسموع احنا بمكان يعني مليان بالناس شباب وصبايا الكل مبسوط الكل عم بيسمعهم بقلب هيك مفتوح وحلو تعتزم فرقة نايا النسائية عقد دورات لتعليم النساء الموسيقى وتأسيس كرال تابع للفرقة في المستقبل يتميز بالاداء الراقي الذي يغوص في عوالم الموسيقى من اجل احياء التراث العربي والاردني تمال يدي نشرا نذكر بالانباء الرئيس السيسي وجهه بتعزيز دور صندوق تحيا مصر ودعم الفئة الاولى برعاية مدبول يؤكد ان تأسيس الشركات عبر منصة الكترونية موحدة يعزز خطط الدولة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الحوار الوطني يعقد ثلاثة جلسات للجان المحليات والزراعة والاستثمار قدم هذه النشرة الى القادم